حصد منتخب الكويت الرماية المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة تراب ضمن بطولة العالم المقامة حاليا في كوريا الجنوبية وتفوق منتخب الكويت المؤلف من الرما عبد الحمان الفيحان وخالد المظاف والطلال الطرقي على نظرائهم في المنتخبين الأمريكي والإيطالي في مسابقة الفرق كذلك نال الرامي الكويتي عبد الحمان الفيحان برونزية مسابقة سكيت ضمن بطولة العالم ليتأهل بذلك للمشاركة في أولمبيات توكيو المرتقب عام 2020 وعشرين